اشتركوا في القناة انجح شركات تطوير التابع لها وحتى العثارات والاجزاء الغير مرغوب من عشاقها والاجزاء الاسطورية بالسلسلة بدايات لعبة Call of Duty كانت في تاريخ 2003 بعدما قررت شركة اكتيفجن تقدم لعبة شوتر فقط بمهام معينة وقصيرة كانت اغلب مهام ما تتجاوز مدة 8 دقائق وفي حقبة الحروب العالمية في وقتها كانت نقلة في عالم الشوتر خصوصا ادخال القصة ونمط الانتقال بين المهمات اول لعبة في تاريخ Call of Duty تم تطويرها من قبل اشهر وانجح ستوديو في الشركة واللي هو انفينيتي وور ومن ثم انضم اليهم استوديو ترايارك وتم تنظيم الالعاب بينهم بحيث كل استوديو يكون له فرصة سنة لتطوير اللعبة القادمة او الجزء القادم وانجح الالعاب كانت من نصيبهم سواء مبيعات او تفاعل خلال السنين تطورت لعبة Call of Duty وقدمت لنا اجزاء متنوع في القصة منها في الحرب العالمية والحرب الباردة والحروب الواقعية والحروب حتى في الفضاء لكن الاخيرا ما نالت على استحسان المعجبين وخصوصا اجزاء اللي كان فيها الطيران مبالغ فيه ادى الى فشل مبيعات وفشل في تفاعل مجتمع اللاعبين معه انجح لعاب السلسلة اللي سجلت قفزة مبيعات وانتشار شهرة اللعبة في العالم كانت من نصيب اسطورتين الشوتر لعبة MW3 او مودر وارفير 3 ولعبة مودر وارفير 2 طبعا له كود ثمانية وكود ستة طيب وعشاقة السلسلة اللي يعتبرونها اقوى جزئين انها كانت توفر كل ما يرغب فيها اللاعب الشوتر من حرب واقعية وقصة مؤثرة وطول ملتب لاير ممتع واسلحة واقعية وخرائط حقيقية باعت سلسلة كولف ديوتي اكثر من مليار وسبعمية الف نسخة حسب موقع ديجيتال تريند بجميع اجزاها كل تاريخ سلسلة كولف ديوتي سواء من نجاح ساحق وفي بعض الاحيان الى فشل الذريع يؤكد مطورين الشركة الاكثر نجاحا ان فينيتي وورد ان الجزء القادم مودر وارفير رح يكون اقوى جزء تم العمل عليه وانه رح يكون جوهرة عمل السنوات الماضية وخلاصة خبراته والشعار رسمي للعبة ان القواعد قد تغيرت اذا اعجبكم مقطع تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعي زر التنبيهات وتشاركوا المقطع في امان الله